بدأت رابطة رواد الحركة الكشفية التي ينظمها الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات رحلتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى إمارة الشارقة بهدف التعرف إلى أهم معالمها التاريخية والثقافية بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة لتوطيد أواصر استداقة والتواصل مع جمعية الرواد العرب في الوطن العربي رابطة رواد الحركة الكشفية في زيارتها إلى الإمارات في رحلة التواصل العربي الثالث عشرة حطت رحالها في إمارة الشارقة ضمن عدد من الزيارات في ربوع ومعالم الإمارة بداية من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك حيث عقدت لقاءات حوارية بين الرواد الكشفيين المشاركين وندوات تخصصية هناك مشاركين من مختلف الدول العربية وفتحوا المجال للعائلات أيضا لمرافقة القادة الكشفيين أو الرواد العرب للإطلاع على معالم الدول العربية خلال تلك الزيارة وتكوين صداقات بين الرواد العرب ورواد الدولة التي تستطيع هذه الرحلة مثل دولة الإمارات العربية والمتحدة والإطلاع على أنشطة الرواد أيضا في كل دولة وخلال الزيارة حضر فريق الرواد مراسم افتتاح الدراسة تأهيل رواد رهوت عشائر الجوالة التي نظمتها عشائر جوالة جامعة الشارقة بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات وبمشاركة أربع جامعات تسعى إلى بناء كوادر قيادية كشفية للمستقبل دراسة الرواد هي دراسة مفوضة يأخذها كل كشاف جديد أو كل جوال جديد يتعرف بها عن حياة الخلاء ويأخذ دورات في القيادة في نون القيادة المختلفة إذا يتصرف المواقف الصعبة إذا كان في حالات طريقة كوارث يتعامل مع المجتمع ككل الرحلة تهدف إلى التعرف على ثقافات الشعوب العربية وتواصل الأجيال مع بعضها وتبادل الخبرات حيث يتضمن البرنامج زيارات لأهم المعالم الإنمائية والتراثية والسياحية في دولة الإمارات للتعرف على ثقافات وتقاليد الشعوب العربية وأهم المعالم في الدولة المستضيفة تستقبل إمارة الشارقة رواد الحركة الكشفية لمشاركتها رحلة التواصل لأخبار الدار فايزة طنحاني